هل الحالة النفسية ممكن يكون لها تأثير على انها ممكن تسبب للشخص انه يحصل له سمنة لو الشخص مزاجه مش كويس عنده اكتئاب مثلا فيه اي حالة نفسية مش كويسة ممكن تسبب انه يحصل له مرض السمنة اه طبعا الحالة النفسية لها عامل كبير جدا على الوضع جسمك عامة مش السمنة يعني مثلا لو انت مريض اكتئاب بيبقى عندهم ديبريجان دول بيبقى ممكن يعمل حاجتين يا اما يأكل كتير قوي يا اما يقل الأكل قوي يعني في منهم بيأكل كتير نتيجة النساعات هو بيبحث عن مثلا الكربوهيدريتس والحاجات المسكرة والكلام ده لشان خاطر يطلع من المود اللي هو فيه فبيضطر يأكل كتير قوي عمال يضيف سعارات حرارية بيخزن دهون وفيه ممكن بيمتنى عن الأكل أو بيبقى مش عايز يأكل مقفول عن الأكل برضو ده نتيجة مثلا مرض الاكتئاب غير كمان الحالة بتاعت التوتر الانجزايتي الاسترس اللي هي واحد متوتر ورا انتحانات ورا اي مشكلة كل ده بيعليلك مثلا الهرمونز اللي زي الابنيفرين الكورتيزول مثلا الادرينالين كل الهرمونات دي ممكن تسبب ان انت تخزن دهون منها برضو الكورتيزول ده هرمون هدام جدا يعني لو انت بتلعب مثلا بتطلع عضلات او عندك عضلات الكورتيزول بيطلع هتحوش مية دهونك هتزيد وهتخسر عضلات كمان فالحالة النفسية بتأثر جامع جدا على الوضع التالي بتحول العضل لدهون لا هو انت العضل الكورتيزول الكورتيزول مش هيحول لك العضل لدهون هو العضل عامة مش هيتحول لدهون ما يفعش يتحول لدهون هيقل هو هيقل اه والدهون هتزيد انما مش بيتحوله اه اه اه